هل تخاف من ماذا يا مونة؟ أنا أخاف من المرض أتذكر لكي تجربة سنة 14 أحمد حلمي أه، لكن أخاف من المرض عموماً أخاف من فقدان الناس الذين أحبهم بابايا فقدتوا بطريقة كانت صعبة جداً فأخاف قوي هذا المرض لأن الناس الذين تبقى متقلمة حواليك وأنت لا تستطيع تعملهم شيئاً هذا يبقى إحساس عجز رهيب هوياتك الشخصية، أنت ممثلة عارفين وأم، الحمد لله، عارفين وزوجها، الحمد لله، وده يعني شغلين بغاية نوعية الله أدمر، الله أدمر أنت بقى كشخص بتقضي وقت إيه، إذا كان عندك وقت أنا طبعاً بقى لي كزا سنة ما عنديش وقت لنفسي لأنني كمان بشتغل مع عيالي فما عنديش وقت لنفسي بس لما بيبقى عندي وقت لنفسي أنا بحب الرياضة بحب القراية بحب الرأس بحب أتعلم حاجات جديدة بتحب الرأس هولتي بحب الرأس إذا بسترس على حاجات هتوديني في داعي لا، لأ، لأ يعني تعملي تمرين في البيت وكأنه ما تتبش رأسي في المسرح بارقص طيبة لا أنا بارقص اللي هو روح أتعلم صلصة أتعلم تانجو أتعلم فالس بتروحي، بتعلمي أيوة، لا، كنت كنت وبقيت شطرة فيه بقى لا، بعرف كله لا، عيني بعرف كله يا بختك عم أحمد لا والله ما بيشوفش الحاجات دي خالصة الدعاية ما اللي بتتعليميه طب ومش لازم برضي لا دي لإسعاد نفسي قبل أي حد يعني أنا بس سركني بقى هنا لحظة لا سماحتي زوجة وممثلة مشهورة ونجمة وعندها أولاد وكل حاجة خست ده كله الحمد لله كويس إنك انتي تعملي حاجة سعيدي بيها نفسك لوحدك هي بتتضاقل لدرجة أنه أنا بحط كريمي الصبح كريم ويشي مجرد أني قاعد كده أمساج ويشي بحس أن أنا بحب نفسي شوية حلو والله بتتضاقل ممكن توصل للحتة دي انت عارفة أن ليه شكوى عن ستات كتير طبعا إنها بزحمة الحياة لنبقاش عندك وقت تعمل حاجة لنفسك بتحبها لما تعمل ميكاني شوية أبسط آه يعني دي بتبقى اللي هو ما عملت أبسط حاجة أي كمان ممكن ستات تعمله أنا بشوف العطاء أصلا بيبسط الستات عشان كده بينسوا نفسهم يعني مجرد أنه هم بيدوا لجزهم وبيدوا لعيالهم والناس اللي حواليهم عطاء ده بيبسط أي إنسان على فكرة زي لما بتروح تتبرع زي لما بتروح تملة كاراتين ساعل بس بتبقى ست محتاج لحظات زي اللي انت قلتين أيوة لنفسك بقى دي آه تدلع نفسها هي مع بعضهم مع نفسها آآ بالنسبة لي أنا إنك تتمشي مع نفسك تسمعي مزيكة حباها تاكلي حاجة أنت نفسك فيها بتاعتك لوحدك تروحي تتفرجي على فيلم لوحدك بالنسبة لي أنا دي حاجات تطيرني